اذا كنت تتمتع بأي نعمة حتى وإن كنت مهجراً ونازحاً احمد الله احمد الله نعم أنت مهجر وأنت نازح لكن احمد الله على ماذا؟ أولاً لأن الله أنجاك ثانياً لأنك مهجر في النهاية داخل وطنك هناك من أهلنا من أهل فلسطين من هو مهجر من سنة 48 ومهجر في بقاع الأرض يسام سوى العذاب في المخيمات في الأردن وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها في بقاع الأرض أنت حتى وكنت مهجراً وهي مصيبة لكن احمد الله عز وجل أنك مهجر ما زال داخل وطنك وما زلت ممكن تلتقي بأمك وأبيك وبأختك وأخيك وبأقاربك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة